ما يخوفش يعني يبصي هو طبعاً ثلاثة أربع اللي خدوا كورونا ما يعرفوش ما حدش عمل المسحة لقليل جداً جداً فهو بيتاخذ على النظر أنفلونزا أما بيسيب مشاكل في ناس قليلة جداً جداً وعايز أنبه الناس لنقطة مرعبة إحنا التلفزيون الشريط التحتاني ده بيحصل لنا منه إساس أما يكتب لي الوفاة 120 واحد توفوا من كورونا أنا آسف أنا آسف هذا تضليل تقول لي كم واحد مات قلب وكم واحد من الإسهال وكم واحدة كانت بتولد ومات وكم حدثة عربية مات فيها ناس تقول لي توتل الوفيات والكورونا كذا أو ما حسبها نسبة لا يمكن حتى تخطى 2% من الوفيات طب ما احنا ما عملناش شيء صعد من قلب ولا اللي ولت وماتت ولا حدثة العربية فده تضليل ما تقول ليش في 200 ماتهم كورونا قول لي في 8000 ماتوا منهم 200 كورونا أو أنا بعقلي أحسب النسبة وأقدر أخاف ولا ما أخافش طبعا هذا لا يعني إنكم تتطمنوا لأ الماسك أساسي أنا بس أقلع الماسك عشان تسمعيني والتباعد الاجتماعي مهم جدا جدا وبيحمي ناس كتير جدا بس مش عايز الرعب لأن الرعب ده مرض لوحده خلي شعب المصري العمر كله محتاط إيه المشكلة في كده العمر كله يحتاط خايف على أولاده والسخن ما يروحش لمدرسة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة